على فكرة انا ماني منتظر انك تنزرك بولا سؤال يعني بعرفك طريح طريح مش هانيك رحكم بس انه جبران انا ما بعرفه انا ما قاعد انا وجبران معكبان انا ما قاعد انا ما قاعدين ولا مرة ما بعرفه بس بالشغل انا مثل ما بشوفه موتار ديزل بيضلوا دوار بعدين مرة وصفته بتعرف هذا الكيس البوكس اللي بحطوه مش تبع البوكس تبع الكارتات تطرقوه بينزل برجع 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 مرة وصفته هيك بس بالشخصي انا ما بعرفه بس بوتار ديزل بشغله بالشامل انا صديق ورفيق سلاح وبحبه رغم انه مرة قلت له وهي دي دي قاتني منه طلع بوس ايد عمك حنشوفه لالفيديو قلت له طلع بوس ايد عمك خلينا نشوف الفيديو قبل ما ارجع اخذ اختيارك لا الصديق شامل روكل اي شامل طلع بوس ايد عمك هو اللي علمك التمرد والثورة طلع بوس ايد عمك روح عمول نايبك السروان لانه ما حتشوفه مرتجات طلع شوف بوس ايد عمك مش هال عملي علمك الثورة بعدك عرأيك اكيد بعدك عرأيك من يطلع بوس ايد عمه لانه علموا الثورة ابدا وهو بيعرف الشي مش انا عم بحكيه لما كنا نقول عن شامل بالجاش عوني بيعرف اديك انه هيدا الموضوع وانتبه نحنا كلمة عوني كانت مش انه مزمي نحنا داخليتنا نحنا كضباط كانت كلمة عوني الشي محترم حتى بعزدين الصراع ضد مش هال عوني كانت كلمة عوني نحترمهم للشباب كلهم ومثل ما شفت لما اعيد بناء الجيش واحد الجيش اميل الحوت الارتكاز الاساسي على القوة الاساسية كانوا على الضباط العونيين اللي مثل شامل اللي تعلموا التمرد من مش هال عوني مين بتختار شامل روكل مع انه برجع بقول له طلع بوس ايد عمك اذا ما حيطلع بوس ايد عمك بعد اليوم بتقول له طلع بوس ايد عمك لا لا ايخ اللحظة هو لازم يعمل انت راضي اليوم على على عهد الرئيس مشي العون ووصلة اليه البلد جيت لعندي عهد مين رئيس مشي العون اكبر ظلم بكل رؤساء الجمهوريات من الطائف لهلا تقول انه هيدا عهد اميل اللي عوده عهد اليسر وعهد مشي العون اذا بتريد هيدا انا بعرفها منيه هيدا عهد الطائف اللي ما قالوا عازي اللي ألغى صلاحيات رئيس الجمهورية ما انت عملتو للطائف مين عملو انا عملتو ما انت عملتو للطائف انا عملتو لشفتو لبعرفو ولكل اللي راحوا عالطائف معنا اللي عملتو لا لا نحن وين كنا اذا بدك تاخذ نجاش انا ما كنت معهن واذا كانت من المرابطون للمرابطون اللي دخلوا بكل هالقصص بعملتان ما فيك تقول انا ان احنا اللي عملناه شوف مين عملو اختيات اخر سمير جعجي عملو سمير جعجي عمل الطائف شريك اساسي بيقصر بيضرب ميشيل عون لما كان فوق معلومات مش بدنا نحكي الله الله خلينا ساكتين عن ما يحكي حالي وعن ريمون معلوف بالزيارات الهليكوبتر بالليل طالع نازل من ملعب من ملعب الهلاء صار امن الدولي كانت في يده تسبلنس اللي ضرب ميشيل عون هو سمير جعجع مش اميل لحود وجيش اميل لحود اللي فات عليه مين لضرب ميشيل عون اسأل ميشيل عون اسأل جيش 13 تشرين سمير جعجع فات عاصرب عبده مع القوات السوريين بصطة ياريت فات كان بدي يفوت بس لا 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 اميل لحود ابدا بال13 تشرين عرض انه يفوت من جبهة الشمال سمير جعجع ولكن اميل لحود قال للسوريين وبلغ الكل انه يوقف الجيش مش واردي يفوت معه ميليشيا تحارب ضد الجيش طبعا ليس العون في قصة كثيرة هذا ليس مجال بحكيك قد ما بدك قد ما بدك وبعطيك إثباتات انه شريك أساسي بالقصف كمان عمل لك مايكا حالي وريمون معلوف اي شو عملوا مايكا حالي وريمون معلوف هني المنصقين الرايحين جايين لك انا رح احسن لك انا 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 بقبل مع كل ما يقوله هالضباط العونيين والضباط اللي كانوا مع ميشيل عون بتلك الفترة بقبل بأي حكم فإذا بين جبران بيسيل وشامل روكوز تختار شامل روكوز بالشخص وبالصداقة بس عشان بادي بوسي دعم موسيقى